أسألك سعيد عن الانتقالات في نادي الأهلي توقفت خلاص خلاص بيش لعبة تانية جديدة جاية النادي الأهلي ولا لسه في كلام على لعبين آخرين بص طالما لسه الباب الترانسفير شغال والقيد الإفريقي لسه مستمر يبقى لسه فيه القيد الإفريقي بكرة نهاية القيد بالنسبة للسوبر الإفريقي لأن بكرة القيمة المباراة نفسها لعشرين لعب هيتم إرسالها سواء من الأهلي أو من الزمالك أي صفقة جديدة تقدر تنجزها النهاردة بالليل أو بكرة الصبحة أو قبل ساعة 12 بالليل تقدر تأييدها في القيمة الإفريقية وتستفيد بيها في لقاء السوبر وتبعاته من ضمن العشرين لعب معلوماتي أن في مفاوضات في الساعات الجارية لضمه مهاجم ومهاجم إفريقي مدى قدرة المفاوضات أو قدرة إدارة النادي على إنجاح هذه المفاوضات في الساعات اللي جاية ده بيتوقف على المفاوضات اللي بتتم مع النادي اللي هينتقل ليه اللاعب من النادي ده إلى النادي الأهلي إنه بيلعب في أحد اللي عندها الإفريقية ما عنديش تفاصيل بالضبط أو الاسم إيه أو في نادي إيه بس المعلومات اللي عندي نادي بيلعب في بطولة إفريقية اللاعب ما شاركش مع النادي في الأدوار التمهيدية إمكانية انتقاله لأهل هتبقى متاحة عشان المشاركة في السوبر وفي دور المجموعات وبالتالي فيه سعي مهم جدا في ساعاته جاء لضم مهاجم إفريقي مهاجم إفريقي عربي ولا إفريقي مش عربي إفريقي مش عربي وفي أحدى دول غربي إفريقيا وفي أحدى دول غربي إفريقيا ولكن انت عارف المفاوضات فيه أفر بيتبيعت لا مش عايزين ده نزود في العرض ده محتاجين نسبة إعادة بيع بتبقى فيها تفاصيل كتير هل ممكن يتم إنجاز الملف ده في الـ 24 ساعة اللي جاية ده وارد ولكن مقدرش أقولك محسوم ولا مش محسوم ولكن ملف الانتقالات تتقفل في الأهلي لا ما تتقفلش محمد علي بالرمضان لسه مفتوحة ولا تتقفلت طيب فاكر هنا احنا اتكلمنا في البداية خالص في موضوع محمد علي بالرمضان وقتها لما اتكلمنا وقلنا مين وكيل أعمال ومحسوم كان يعرف حتى أن والده هو وكيل أعمال وقلت لك وقتها بالرمضان اختياره الأول والأخير النادي الأهلي ولكن المشكلة في النادي المجري برجع وبأكد تاني أي توقف حصل في المفاوضات الفترة الأخيرة كانت بسبب النادي المجري من أصعب المفاوضات اللي شافها الأهلي في العشر سنين الأخيرة كانت مع النادي المجري طريقة التفاوض صعبة جدا شروطهم تكاد تكون مستحيلة الشروط الجزائية اللي بيحطها على التوقيت اللي ترسل فيه القيمة المالية سواء في القصة الأول أو القصة التانية أمر غير احترافي تفاصيل الجمهور ما كانش يعرفها ولكن النادي المجري زي ما قلت لك من أول مرة من حوالي شهر شهر ونص بيحاول يستفيد بأقصى استفادة مالية من الصفقة دي واخد اللعيب انتقال حر عايز يكسب من وراء مش أقل من 3 مليون يورو لو خد حتى الفلوس على إسطين يكون الوقت القياس ما بين الصفقتين الإسطين ما زيتش عن 3 شهور وده طبعا ده أمر مستحيل شرط جزائي لو الفلوس ما تبعتتش في يوم واحد فيه شرط جزائي بقيمة نفس القيمة الأموال اللي هتتحول وده أمر ما بيحصلش في أي حتة فالأمر صعب جدا حتى على المستوى الإعلامي التواصل مع نادي ده صعب جدا أصعب أن ده في أوروبا تعرف تتفاوض معها أو تتكلم معها حتى على المستوى الإعلامي شرط أوروبا من خلال ما خشت في تفاصيل أكيد أنت تفهم قصدي شرط أوروبا من المناطق اللي صعب جدا تتعامل معهم حتى على مستوى العقليات فعلى المستوى الرياضي الأمور صعبة فأي تقفلت؟ اتقفلت مؤقتا النادي كمان مش نادي استثماري رئيس النادي هو رئيس الحزب الحاكم في المجر فالقصة بالنسبة لهم رايحة في إطار الناس كانت متخيلة لمفاوضات سهلة واللي كان بيتصدر في السوشيال ميديا كان سبب رئيس المفاوضة دي بقى فيه مشاكل للأسف كان بيتصدر معلومات غلط كانت فيه ناس بتحاول تركة التريند في توقيت أضر بالأهل وصفقة الأهل ولكن هو كمحمد علي بالرمضان نفسه يلعب في الأهل من سنتين والمرة دي ومش عارفين إيه ممكن يحصل في الأهم اللي جاي ماشي موسيقى